سمعنا أو بيقال أنه حضرتك قدمت الشكوى لنقابة السينمائيين بعد عرض فيلم فارس المدينة وقلت فيها أن القائمين على هذا الفيلم اشتروا تذاكر كتيرة وما كانش فيه هناك جماهير إطلاقا وأنك اعتردت على هذا الأسلوب أو هذه الطريقة وسجلت الشكوى دي أنك حضرت بنفسك أحد الحفلات عشان تشوف الفيلم هل ده صحيح؟ أولا أسأل أي فيلم فارس المدينة ده؟ تعمين؟ عددك ما تعرفوش؟ ولا أعرف ولا أسمعت عليك تعمين فارس المدينة ما عرفش والحقيقة كان فيه خبر اتكتب بالمعنى ده؟ يعني هو لو كلمنا عن الأخبار أكيد بتبقى فيها أخبار كتيرة مدسوسة ومش صحيحة لدرجة أن أنا مش عارف اسم الفيلم اللي بيقولي الواقعة دي دي حاجة تاني حاجة أن أنا أشكو فيلم آخر اللي مخرج آخر وفنيين آخرين أنا مش طباعي كده إطلاقا ولا أخلاقياتي فهذا خبر من أساسه مش سليمي مش سليمي أستاذ حسام لما أعلننا أن حادثك جاي طبعا جات لك فاكسات كدير وجات لك حاجات جميل إحنا طلعنا بعض الفاكسات واسمح لي أخذ واحد منهم فضلي وأبتدي أقرأ أنا الحقيقة يعني أشكرك يعني للي باعت الفاكس بيقول إلى جميلك موزيعات ART شكرا جزيلاً ولؤلؤة قناة الأفلام صفا بصعود لا أجد الكلمات المناسبة لأحييك شكراً على هذا البرنامج الرائع جداً ساعة صفا أدعو الله أن يجعل سنواتي كلها ساعات من الصفا ألف شكر بقدر ما أسعدتين بهذا البرنامج يسعدني أن أوجه سؤالاً إلى المخرج العبقري حسام الدين مصطفى هل حقيقي أنه كان هناك مشروع فيلم بينك وبين نجم النجوم عادي الإمام ولم يتم؟ ولماذا لم يتم هذا المشروع؟ وهل حقيقي أن النجم عادي الإمام كانت له بعض الاعتراضات التي أغضبتك؟ تقبلوا تمنياتي بحلقة رائعة صديق البرنامج ممدوح مراد عبيد روما إيطاليا لا أنا مكانش في بني وبين عادي الإمام مشروع سينمائي إحنا التقينا أنا وعد الإمام في فيلم صابرين أي بس قبل ما يبقى عادي الإمام النجم اللامع العظيم ده نعم كان أحد نجوم الفيلم نجلق فاتحي وعد الإمام ويوسف شعبان أي إنما كان فيه مشروع وتلغى؟ لا مكانش لا لا خالص أبدا حسام أيها الفنان اللي بحبه أوي 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 يا تلميز سيشيل دوميل وتلميز هاوارد هوكس اللي تعلمت أجمل تقنيات من أعظم مخريين أعود أسألك أنت اللي قدمت لنا قاعة المدينة والإخوة الأعداء والطريق والشحات وأقول إيه والشيماء وأقول أفلام كثيرة جدا جدا وسونيا والمجنون والشياطين وجريمة في الحي الهادئ يعني أنت اللي أضقت السينما المصرية بألف مشعل ومشعل خلال تاريخك الطويل سبت السينما ليه والتلفزيون خدك منا ليه أنت عروقك بدال الدم فيها السينما ما تهجرش السينما السينما محتاجا لك خصوصا دلوقتي في أزمتها الشديدة جدا محتاجة لنظرتك لحساسيتك لجرئتك محتاجة لراجل زيك وبتقول لك ما تسبنيش يا حسام يا عزيزي رفيق الصبان أشكرك على التحية الجميلة التي امتهى لي ووصفك الصادق لي وبعدين لما نقول إن أنا سبت السينما هو التعبير مش دقيق أنا ما زلت في التلفزيون بشتغل سينما يعني أنا بخرج مسلسلاتي بأسلوب سينمائي وللجمهور حاسسة كويس قوي شايف إن على الشاشة نبض غير التلفزيون العادي وغير المسلسلات العادية ده نبض السينما في حسام الدين مصطفى صحيح وبعدين السينما مريضة وبقول إنها في حالة يعني دخلت الإنعاش أنت الدكتور يا أستاذ حسام أنت الدكتور طبيب المعالج المفروض كده طبعا مش كده؟ لأني دكتور سينما طبعا عمري كله في السينما طبعا وبعدين يعني بعد ما كنا بنعمل مئة فيلم في السنة نهاردة بنعمل ستة سبعة تمانية يبقى ما فيش سينما يبقى كده لم أقول فينا إن عاش في الإنعاش فعلا وبعدين هي مش مفاجأة ليا لأننا أول واحد من خمستاشر سنة قلت يا جماعة ستقتلون السينما بالتحديد في التلفزيون قلتها في الصحافة قلتها في الإذاعة قلتها في لقاءتنا السينمائية قلتها في كل مجال قلت لهم ستقتلون السينما وفضلوا ما يسمعوش الكلام حتى قتلت السينما فإنما يا رفيق يا صبان يا عزيزي أنا ما زلت موجود وأنا متأكد إن السينما حتعود إلى أحلى مما كانت إن شاء الله وأن هناك ترتيبات نعم بتتعمل في مصر على مستوى عالي أوي أي بين السينمايين وبين المسؤولين على أن تعود السينما على أحلى مما كانت لأن السينما المصرية هي واجهة مصر عند أخوانا العرب ترجمة نانسي قنقر